قالت وسائل علامة إسرائيلية أن إسرائيل تدفع أثمانا باهظة نتيجة المواجهة مع حزب الله على المستويين العام والأمني ذكر موقع ولا الإسرائيلي أن هذه الأثمانة تتجلى في قتل وإصابة الجنود والمستوطنين وتشويش نسيج الحياة والضرر الاقتصادي وتدمير البنى التحتية والمدنية والعسكرية والأمنية وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن ذلك يشمل أيضا عبءا ثقيلا على الجيش الإسرائيلي المطلوب منه نشر قوات نظامية واحتياطية في البحر والجو والبر من أجل الاستعداد لمفاجآت وسيناريوهات متطرفة بحسب تعبيره المقاومة الإسلامية في لبنان كانت قد استهدفت انتشارا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشة بصواريخ بركان وموقع السماقة في تلالك فرشوب المحتلة بالأسلحة الصاروخية المقاومون أصابوا موقع رمثة إصابة مباشرة واستهدفوا ثقنة ما عليه قولان بالأسلحة الصاروخية مرتين وحققوا فيها إصابات مباشرة كما تم استهداف موقع الراهب وانتشار لجنود الاحتلال في محيطه بصواريخ بركان وتحقيق إصابة مباشرة فيهما ترجمة نانسي قنقر